غجاه الموسطفى فري علينا ببسم الله مولانا تدائنا ونحمده على نعماه فينا توسلنا به في كل أمر غياس الخالق رب العام لمينا الله وبالأسماء إما هردات بناصي وما في الغايم محزونا مصونا إلهي نسأل وقبل اسم الأعظم وجاه الموسطفى فرج علينا ببسم الله مولانا تدائنا ونحمده على نعماه فينا يا إلهي إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه الموسطفى فرج علينا ببسم الله مولانا تدائنا ونحمده على نعماه فينا يا إلهي توسلنا به في كل أمر قياس الخالق رب العالمين توسلنا به في كل أمر قياس الخالق رب العالمين وبالأسماء ما هردت بناصي قياس الخالق رب العالمين وما في الغايم معزونا المصونا يا إلهي إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه الموسطفى فرج علينا ببسم الله مولانا تدائنا ونحمده على نعماه فينا يا إلهي بكل كتاب أعزله تعالى وكرآن شفاء للمؤمنين بكل كتاب أعزله تعالى وكرآن شفاء للمؤمنين بكل طائف الأملاك ندعو بما في خيب رب لأجمعينا يا إلهي إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا في بسم الله مولا نبتدينا ونحمده على نعباه فينا يا إلهي وبالهادي توسلنا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وبالهادي توسلنا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآليهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا إلهي في إلهي نسأله بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا في بسم الله مولا نبتدينا ونحمده على نعباه فينا يا إلهي وبالعلماء بأمر الله الضرى وكل الأولياء والصالحين وبالعلماء بأمر الله الضرى وكل الأولياء والصالحين أخص به إما ملك بحقان ويها الدين تجل عارفين يا إلهي إلهي نسأله بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولا نبتدينا ونحمده على نعباه فينا يا إلهي يا نبيا من كذاب قد جلاع الله ظلام وهبانا بالهدى واستقاما فاحكام يا نبيا من كذاب قد جلاع الله ظلام يا نبيا من كذاب قد جلاع الله ظلام وحبانا بالهدى واستقاما فاحكام وحبانا بالهدى واستقاما فاحكام صفوتا رب الجليل أن تطهرت الحرام صفوتا رب الجليل أن تطهرت الحرام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا نبيا من كذاب قد جلاع الله ظلام وحبانا بالهدى واستقاما فاحكام وحبانا بالهدى واستقاما فاحكام جئت أنقذت الأنام ورفعتا للهمام جئت أنقذت الأنام ورفعتا للهمام يا أبا زهرائيا خير عرب وعجام يا أبا زهرائيا خير عرب وعجام يا نبيا من كذاب قد جلاع الله ظلام وحبانا بالهدى واستقاما فاحكام وحبانا بالهدى واستقاما فاحكام صلى الله عليه وسلم Kami sampaikan kepada seluruh jamaah karena acara di awali Bahta solat isya' ini sudah memasuki waktunya solat isya' maka kita solat isya' berjamaah الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله 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 شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر 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 أكبر الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا 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 المترجم للقناة 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 المترجم للترجم 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 للقناة المترجم للترجم للقناة المترجم للترجم للقناة المترجم للترجم للقناة المترجم للقناة وإلى خدرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسررال يا ربي صلى الله عليه وسلم 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 يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي بلي كل وصيلة يا ربي خصع بالفضيلة يا ربي ورضى علي الصحابة يا ربي ورضى علي الصلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي ورضى علي المشاي يا ربي فرحم وليدينا يا ربي وارحمنا جبيعة يا ربي ورحم كل مسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد 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 شعبد القادر الجيلاني حبيب النابي سيدنا النابي سيدنا النابي شعبد القادر الجيلاني حبيب النابي شعبد القادر الجيلاني حبيب النابي حول يا عظيم انت العظيم قاد همنا هم العظيم وكل شيء الهمنا يا هنوب اسك يا عظيم انت لك عديم الله قديم في الازل الله انت العطيف لطيف لم تزال انت لك عديم قديم في الازل الله انت العطيف لطيف لم تزال عهدنا عزيم انت العظيم انت العظيم انت العظيم انت لك عظيم انت لك انت لك عظيم حي كديم الله كديم وجيد الله فاك خليه وني مجيد حي كديم كديم وجيد الله فاك خليه وني مجيد عدل إليه وهم واحدون بر الرؤون فهم بالعبيب قول يا عبيب حد العقيم على أمنا هام العظيم وكل ما إن أمنا يا هلو بك يا عبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليكفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم ويهديك صلى الله بسم الله الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تتزليما الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه دعالى مجده وعدم شأنه خلق الحلق لهكما وتوى عليها علما ومسط لهم من فائد المنت ما جرت به بأجار القسمة فأرسل إليه مصرف حلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه فانت شرط آسار سرو سروفه في عوالم السعادة والغيوب فما أجل هذا المنن الذي تقرم به المنن وما أعدم هذا الفضل الذي برج من حضرات الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وتعرضت برج العوالم بطراج التقريم اللهم صلي وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرعوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله عليه تجل انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أم الأنام الأوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجتلته بشعرا كاملا يسيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويحار في تعالك معاني الجلان انتشر منه في عالم البطن والذهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشارتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عدتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوب الرحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد أولياء إلى زراط مستقيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة وتسليم على زيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شهادة تُعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعد وضلقوا على عهل اليقين من شر ذلك الحذعان وتصديقه شواهد صلى الله عليه وأشعد أن سيدنا محمد للعبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بذبلغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بصيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانا وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجحل للمستمسرين صراجا وكمرا منيرا وما عظمها من منة تقرم الله بها على البشر وما أوصى من نعمة اندسرا سرها في البعر والبار اللهم سلِّ وسلِّم بعجل الصلوات وأجمئها وأسكى النحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبوطية وبرز فيها في خلأة الكمال وقام بحق ربوبية ببواد الخدمة لله وعقبل عليه غاية الإكبار صلاة يتسل بأره المصل عليه به وينبسط في قلب نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حزبه وألا ألي وصاب الذين اتقوا صحوة المجد بغربه فتفيأ ذنان الشرف العسلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنصر تكراغ النسيم اللهم صلِّ وسلِّم حشرة صلاة وتسلِم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد رحيم إن الكلوب إلى الحبيب تميلك إلا الكلوب إلا الكلوب إلا الحبيب تميل ومعي بذلك الشاهد ودليله أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا آه أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صارتم العاشقين تسيلوا النبي صلو عليه صلوات الله علي النبي صلو عليه صلوات الله علي وينال البركة كل من صلى علي وينال البركة كل من صلى علي وينال البركة كل من صلى الله عليه وينال البركة كل من صلى علي وينال البركة كل من صلى الله وينال البركة كل من صلى الله وَدَنَالَهُ الْكُمَارِ وَالْغُزَلْ سَلَّمْ عَلِيهِ النبي صلّوا عليه صلوات الله عليه النبي صلّوا عليه صلوات الله عليه وَيَدَالُ الْبَرَكَةِ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلِيهِ وَيَدَالُ الْبَرَكَةِ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلِيهِ الحسن ثم الحسن إلا بكرة العين الحسن ثم الحسن إلا بكرة العين نورهم كالكوكابي يدهم صلّوا عليه نورهم كالكوكابي يدهم صلّوا عليه النبي صلّوا عليه صلوات الله عليه وَيَدَالُ الْبَرَكَةِ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلِيهِ وَيَدَالُ الْبَرَكَةِ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلِيهِ يَا إِمَامَ الرُّوّسِ يَا يَا سَنَدِيهِ أَنتَ بَابُ اللَّهِ مُعتَّمَدِيهِ فَبِدُّنْ يَا يَا أَوْرَى وَآخِرَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَوَدِّيهِ قَدْ سَمَنْ بِاللَّا جَمِيهِ إِنَ هَوَانِ وَالْمُعَافَ وَالسَّاكِمُ سَوَى فَاخْلَعِ الْكَوْنَيْنِ عَانْكَ سِوَانِ حُبَّ مَوْلَى الْعُورِ وَالْعَجَمِيهِ يَا إِمَامَ الرُّوّسِ يَا سَنَدِيهِ أَنتَ بَابُ اللَّهِ مُعتَّمَدِيهِ وَبِدُّنْيَا يَا وَالْآخِرَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حُدْ بِيَدِيهِ يَا رَبِّ فَارْفَعْنَا بِبَرْكَتِهِمْ أَمِنْ أَوَانِ لِنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِمْ وَأَبِدْنَا فِي طَرِيْكَتِهِمْ وَمُعَافَاتِهِ مِنَا الْفِتَنِيهِ اللَّهُ رَبِّ فَاجْعَلَّا بِنَا الْأَخِيَاتِ وَرَسَلْتُ اللَّهَ بَارِيْنَا يُبَلِّغْنَا آمَانِنَا وَيُذْهِبْ بِنَّنَا الْأَجْدَارِ رَبِّ فَاجْعَلَّا بِنَا الْأَخِيَاتِ رَبِّ فَاجْعَلَّا بِنَا الْأَخِيَاتِ لا إله إلا الله الله هو الله اللَّهُ 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 يَا رَبِّي يَا خَيْرَ مُعَدِيمُ قَدْ كَعْفَنِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَلِ وَعْدِي يَرِيمُ فَدُعَائِي وَابْتِهَانِي شَهِدُنْ لِي بِدِقَارِي يَا رَبِّي يَا خَيْرَ مُعْدِي فغلي هذا الشري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري وطراري يا ربي يا خير مغدية يا حجة في اللفظ يا رب لديها يا خي كامل ومي وآرح سري وكلبي منه موم وشتيق علي يا ربي يا خير مغدية اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أما عبد بلما تعلق الإرادة الله بالعلم القديم بدخور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتقريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيدت تصفير بالعالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو اللي وصف الكمال المتلك والحسن التامي والزيد صلى الله عليه فتنقل تلك الجمال الميمون في العسلا بالكريمة والبوتون فما من ظلب الضم إلا وتمات عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر الضم الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موتن استقراره وموتن قروجه صلى الله عليه وقن قدت الأقدار العزلية بما قدت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالعسلا بالفاخرة والأرحم الشريفة التنقرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشرا ونورا حير الأفكار دوره وبخر فتعلقت حمة الراكم لهذه الغروب بيعيركما في هذا القرطة ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت العزل لا تفي بعجر من شهر أو صوب ذلك الموسوب تشويق للسامعين من خواس المؤمنين وترويحا للمتعلكين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأكرم عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما عفد تقو من شئر أجر في المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عمّ العالمين وبقيت رأيته في الكون منشورة على مر الأيام والشعور والزنين داعي التعلق بهذه العدرة الكريمة ولا عيج التشويق إلى سماع أو صوب العديمة ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامع ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامع فَيَدْخُلَانِ فِي شَفَاعةِ هَذَا النَّبِيِ الشَّافِهِ وَيَتَرَوَّهَانِ بِرَوْءِ ذَلِكَ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَجْرَفَ الصَّلَاةِ وَتَسْلِمْ على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰهِ وَقَدْ أَنَا لِلْقُلَمْ أَيَّ خَطَ مَحْرَكَةُ فِيهِ الْأَنَامِيلِ مِمَا اسْتَفَدَهُ الْبَهُمُ مُنْ صِفَاتِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَحْبُوبِ الْقَامِلِ وَسَمَعِلِهِ الَّذِي أَسْأَنُوا الشَّمَائِلِ وهنا هزنا عن نسبة ما بلغ علينا في شعل هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتسرب بكتابات القلم والقرضاص وتتنزه في هذائق الأزمع والعبصار وقد بلغنا في الحديث المزهورة أن عوال سين خلقه الله هو النور المدع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرس في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرساك في سنده عن جابر بن عبد الله الأنصر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول سين خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من هديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في الباد وقد أتت الرواية في أنه أول الخلق وجودا وأصرفهم مولودا قلت يا رسول الله عنه ولما كانت السعادة العفلية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية في كمال الخصوصية فأصلاع داد هذا النور المبين أصلاب وبدون من صرفته من العالمين بعد نقل هذا النور من صرف آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدل العظيم وامه التي هي في المخاوف آمنا السيدة الكريمة آمنا فتلقه صلب عبد الله فعلقه إلى وطنها فضمته أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة والصول فحمل ترب عرية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا عيلا حتى مرسر فادسر من حمله وقرب وقبرزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على لهذا العالم فيوضات فضله وتنتزر فيه أثر مجد الزميم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وأبارِك عليهم اللهم صلِّ بِك مليان جُنْ جُنْ جَلَالًا بِالْغُفْرَانِ يَا حَكْمَاتِ يَا مَهْنَا يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بَخَرَ جُمُّهُ ذِك مَلِيَا جُدْنَا نَا بِالْغُفْرَانِ يُدْنِيَا لَلْإِنسَانِ عَبْدَ وَصُوفِ إِنْ خَزِيَانِ مِنْ دُنُوبِهُ وَخْلَابِ خَاعِ فَعِينَ نَكْوَةِ بَالْ يَا حَنَّانِ يَا مَنَّا يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بَخَرَ جُمُّهُ ذِك مَلِيَا جُدْنَا نَا بِالْغُفْرَانِ رَبَّنَا نَسْتَعَفِيكَ رَبَّنَا نَسْتَرْضِيكَ رَبَّنَا نَسْتَعَفِيكَ رَبَّنَا نَسْتَعَفِيكَ رَبَّنَا نَسْتَعَفِيكَ بَخْرَجُوُهُ ذِك مَرْيَا جُتْنَا نَا بالغبران وصلاة الدائم على النابيم نيها شيم وعنمان هو قائم بالعبران للسهرات يا حنان يا ماند يا قبيب العسان بخر وجودك مريان تدنانا بالغبران أهلا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمر دي السكيمة على يا الله بنظره من العين الرحيمة نداني كل ما بي من عمي كل سكيمة على يا صاح يا صاح لا تجزع وتدجر وسلمني المجادير كي تحمد وتهجر على يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمر دي السكيمة وكن صابر وشاكير على يا الله بنظره ومن أهلس وظافين على يا الله بنظره تكن فائز وظافين على يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمر دي السكيمة على يا الله بنظره من أمر دي السكيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي لا إلا الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي لا إلا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله هلما شدى حادينا بمن قروح وأخانينا أهل من شد يا حدينا بمن أم وأغانينا بمن أم وهو يا حدي أعدمان حك بإرشاده بمن أم وهو يا حدي أعدمان حك بإرشاده يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ما أسعد ما إذا اغطرنا به معروم ما محبنا ما أسعد ما إذا ترنا محما هم ما محبينا ولولا هم لما زرنا لطيبة فرحنا وطرنا ولولا هم لما زرنا لطيبة فرحنا وطرنا يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا أهل بيت اللبي السيد العربي لكم مدات عيدي ففرجوا قرع بالله يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم نودات يدي ففرجوا قرع بالله الحسن ثم الحسين للنبي كرات العين الحسن ثم الحسين للنبي كرات العين نورهم كالكوكامي جدهم صلى علي كل ما صلى عليه صلاوات الله عليه ويا نالوا البركة كل من صلى عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم نودات ويدي ففرجوا قرع بالله نبي النبي المصطفى ابن زمزم وصفى نبي النبي المصطفى ابن زمزم وصفى من تعالى شرافه كل من صلى عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم نادات يدي ففرجوا قرع بالله نمرهم بمكة وصفى بمحمدين اغفر لنا يا سامعان يا سامعان لدعاءنا يا ربنا أنه صبا بمحمدين اغفر لنا يا سامعان يا سامعان يا ربنا أغفر لنا أغفر لنا قدرت بحب سرنا لسوانا يا رب وانت وصفان بمحمد اغفر لنا يا سابعا لدعانا سبح الصلاة اهد على النبيه وآلهي محركا ريح الصباح اغصانا يا رب اغفر لنا يا سابعا لدعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اغفر لنا يا سابعا اللهم صلي وسيق الإبارة مؤلنة بكمال البشارة فما من عامل أملت في ذلك العام إلا أدت في هملها بغلام من بركاتي وسعادتي هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضم خدا بعدر الفرق بملاقات أسرف البريات وبرزي من عالم الخفاء إلى آلم الظهور بأدت نقلي بأدت نقلي بالبطون والدهور وزار الله في الوجود بأجد التكريم وبسط في العالم الكبير ما إدت التسريب والتعديم ببرز هذا البشر القريم اللهم صلي وسلم أجرف الظلات والتسليم على زيدنا ونبينا محمد الرحوم الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على وعلى آله صلى الله عليه والله فحين قربا ونوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والردن من فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا قُدْرَتُكَ شَفَارْكِ نَعَى هَذَا الْمَسْتُورِ ليبرز نوره كاملاً في عالم الزهور نوراً فاقى كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمال من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أي أمة تأنيساً لجنابها المسعود ومشاركاً لها في هذا الزمار المحدود صلى الله عليه والله فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم والسيدة آسية ومعهما من الأحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حدره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعناً لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحباً مرحباً يا نور العين مرحباً مرحباً جداً حسين عندنا نهجى سبيله يا الله كيفي نسعد ونرشد يا الله ربي خوفي لي ذنوبي يا الله ببركات العدي محمد يا الله ربي خوفي لي ذنوبي يا الله ببركات العدي محمد يا أقوى صلاة الله تغشى شرفاً رسل محمد وسلام المستمرون يا الله ببركات العديون يا مرحباً الله ربي خوفي ليتجاداً دعال بادر علينا من سنيات الوداء وجاب شكر علينا ما دعا للهدى مرحبا يا مرحبا يا نور العيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك صلى الله عليه وسلم على زيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا محمد عرف الحق لا حليل حق وصلوك معهم صلى الله عليه وسلم على زيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم على زيدنا حيث ما كان واحدور في مجال صفاهم وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم والتميس من مدادهم واستمد من ندهم وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم وقد يدعون أمين حين تسمع دعاهم أمين حين تسمع دعاهم رب بلغني عمالي بجاة كما هم رب بلغني عمالي بجاة كما هم أمين حين تسمع دعاهم أمين حين تسمع دعاهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين حين تسمع دعاهم أمين حين تسمع دعاهم وعلى أمين حين تسمع دعاهم والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحببنا وصفين ومولانا محمدين أمين حين تسمعدة أمين حين تسمع دعاهم السكبر والم تعاليين صفحة صداية running وَبِلْ خُسُسَ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكراً للمشاهدة مولد نبي بسار محمد صلى الله عليه وسلم سيكون يمكن أن تسلغط على ما يجب أبداً 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 لا يوجد كثيراً يجب أن نعطينا بسيطاناً سلائن أبداً كلمة شكراً كثير شكراً لنا على الله سبحانه وتعالى على جميع الحمد والتوفيق سيكون لنا نستطيع أن نعطينا بسيطاناً dalam rangkaian tali siratu rahmi dalam rangkaian memperingati peringatan maulid Nabi Besar Muhammad صلى الله عليه وسلم tertanggal 3 November 2021 atau tepatnya 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama pada malam hari ini sebagai wujud nyata kita mahabat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sehingga pada malam hari ini Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua Allah akan memberikan mahfirah kepada kita semua dan Allah akan memberikan panjang umur kepada kita semua amin amin ya rabbal alamin salamat mu'assalam semoga tetap terimpah curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Besar Muhammad صلى الله عليه وسلم yang mampu mengarahkan kita membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang mudah-mudahan kita yang hadir bersama nantinya akan mendapatkan safaatul utmah ila yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin para hadirin para Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia rangkaian acara pada malam hari ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan-dukungan daripada Bapak dan Ibu sekalian kami sebagai jajaran panitia menyampaikan peribuan terima kasih atas bantuan baik yang berupa spiritual ataupun material sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar dengan sempurna yang kedua kami ucapkan ribuan terima kasih atas gadiran daripada Bapak dan Ibu sekalian sekaligus kami ucapkan permohonan maaf jika memang di dalam penyambutan acara pada malam hari ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan cinta dari Rasulullah Muhammad SAW amin amin para hadirin yang berbahagia itulah sedikit sambutan yang perlu kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dengan abadanya dan dari saya kurang lebihnya kami mohon maaf idhina suratul mustaqim wa'allahu alamu'afiq ila kuwamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jajahukumullah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد بدر البدور الحبيب الذي كله نور imam بيت المعمور أحادثه تسويس سدور رؤية وجهه يُجِبُ مَوْتَ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ حُبُّ إِطْرَتِهِ تُحِبُّ الْمَوْتَ عَلَى السَّعَادَةِ فَمَنْ أَحَبَّ آلَ مُحَمَّدْ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ أَحَبَّ أَصْحَبَ مُحَمَّدْ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ نَصَرَ إِلْمَا مُحَمَّدْ مَاتَ شَهِيدًا صَلُّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدْ من يومنا هذا إلى يوم المرور إلى الله عز وجل وَنَحْنُ بِجَانِبِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَنَحْنُ نَظِرٌ إِلَيْنَا مُتَبَسِّمًا أَمَّا بَعْدْ yang saya mulakan para habaib Habib Ya'far bin Hashim Al-Hawishi seluruh para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena banyaknya para habaib yang hadir di majlis ini para alim ulama Qiyai Haj Nur Hadi sesepuh Nahdlatul ulama Nahdlatul ulama dengan para habaib akan selalu bergandengan itu Syekhana Qiyai Hasim Ash'ari Pertama kali beliau mendirikan Nahdlatul ulama beliau sawan kepada maulana al-imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habishi Kuitang Sesampainya beliau di Kuitang kata Habib Ali kenapa antum jauh-jauh di jombang ada imam Al-Qutub Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Nahdlatul ulama dengan para habaib bagaikan daging dengan kulit tidak akan bisa-bisa untuk selama-lamanya dan juga Mursyid Tarika As-Semaniyah Syekh Abdul Syekh Abba Ghazali mudah-mudahan semuanya beliau dipanjangkan umur di khair rutuf al-afiyah semua yang hadir di majlis ini atalallahu umrakum wawasa'ah rizkakum wa amatana wa iya'kum ala husnil khatimah amin amin صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مدرسة جميعاً أجل أن أصدقائي أغرار اغرار dengan Rasulullah butuh diadakan acara maulid mohon maaf nanti dibagi jajannya nanti aja ya ibu-ibu biar majlisnya khusyuk nanti kalau dibagi akhirnya gak khusyuk lihat kejajan semua nanti ya biar khusyuk majlis selesai baru nanti dibagi biar khusyuk mohon maaf biar majlisnya khusyuk jangan membagi apapun nanti setelah selesai silahkan membagi apa saja biar kita betul-betul hadir hati kita kepada Rasulullah s.a.w ketika shaykhun al-imam al-muhaddith al-kutub al-habib abdullah bin Abdul Gadir belum pernah ditanya apa balasan bagi seseorang yang membaca maulidu Rasulullah apa balasannya faajabah radiyallahu anuh dijawab oleh beliau jazauhu khusnul khitam khusnul khitam balasannya adalah wafat dalam keadaan khusnul khotimah diruaitkan Abu lahab setiap hari di dalam api neraka jahannam bisa meminum air dari dari telunjuknya yang dinas di dalam Al-Gur'an khusnul khotimah khusnul khotimah khusnul khotimah setiap hari senen di dalam api neraka jahannam bisa meminum air dari jari telunjuknya disebutkan oleh ulama' utafsir seandainya satu tetes api neraka jahannam diturunkan ke alam dunia lahalakal insan wajami' ma wujida fil alam akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsatan satu tetes api neraka jahannam tidak bisa memandangkan air yang keluar dari jari telunjuk Abu Lahab setiap hari senen Abu Lahab punya amalan satu ketika bayi suci sayyidil wujud wa akarami kulli mawujud wa liwa'il ma'kud wa syafa'atil uzumah yaum syuhud maulada muhammad ilahirkan di alam dunia hatinya senang gembira membebaskan buddha yang bernama tuiba tidak tahu bahwa ini seorang nabi seorang rasul cuma modal satu hatinya senang gembira saudara-saudara bagaimana dengan keadaan seorang mu'min mu'minah muslim muslimah yang kehidupannya tiap hari membaca maulid rasulullah s.a.w maka yang tepat adalah jaza'uhu husnul hitam balasannya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah walhamdulillah disini gabung antara habaib ulama pejabat Jakarta saya kemarin sama bapak Anies peswedan juga beliau menghadiri acara maulid rasul insya Allah insya Allah mudah-mudahan di Bali akan lebih semarak lagi acara maulid nabi dibacakan solawat kepada nabi karena saudara tak tolong sound controlnya volumenya ditambah karena imam ibrahim ad-dazi pengarang solawat nariya beliau pertama kali mengarang solawat saat itu saat pertama pertama kali di karang solawat nariya jadi terjadi ada satu wabah yang lebih dahsyat daripada korona akhirnya tokoh tokoh ulama saat itu bersepakat untuk membaca solawat nariya di khatamkan 4444 kali disebut solawat nariya itu hijabahnya nariya seperti api tepatnya seperti api begitu di khatamkan solawat nariya 4444 kali nabi muhammad hadir apa yang terjadi saudara diangkat wabah tersebut barakah hadiratul rasul maulana muhammad rasulillah ini nabi lain daripada yang lain kalau nabi lain disebut kalim kalau nabi lain disebut khalim fa maulana muhammad rasulullah huwa habibullah huwa habibullah huhaqgun alallah alla yu'adziba habibah maka wajib umat nabi muhammad yang mengaku cinta kepada beliau meskipun pasangan suami isteri mengadakan acara maulid nabi muhammad yang siapa siapa yang perduli dengan nabi cinta dengan nabi hormat dengan nabi namanya dikenang oleh sejarah saudara pertama kali yang mengadakan acara maulid nabi muhammad secara besar-besaran adalah sultanul malik muzhoffar disebut kuburi di daerah irbil di irak sana ini seorang pejabat adil seorang pejabat soleh maaf kalau untuk pakaian beliau sendiri masih mahal tukang becak saudara-saudara tapi untuk acara maulid nabi muhammad beliau keluarkan uang kalau zaman sekarang sampai miliaran dari mana-mana datang yang hadir tidak terhitung hormat kepada maulid nabi muhammad apa yang terjadi saudara tidak diadakan acara maulid nabi muhammad entah di indonesia entah di afrika entah di asia kecuali sultanul malik muzhoffar yang mendapatkan ajar yang mendapatkan tawaf yang mendapatkan pahala karena beliau yang pertama kali mengadakan acara maulid nabi muhammad secara besar-besaran saudara-saudara dikenang namanya oleh sejarah israel sultanul malik muzhoffar kuburi Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad apapun apabila sambung kepada nabi pasti ada khususiyah saudara-saudara bahkan masjid masjid yang ada di dunia ini makda wafati rasulullah itu as-shaykh mutawalli sya'rawi syekh mutawalli sya'rawi itu alim besar ulama besar wali besar karena kalau orang alim belum tentu wali ini alim wali judul alim wali ketika terjadi bahsul masjid di mesir pertanyaan ini dijawab jadi kumpul sudah bahsul masjid berarti yang kumpul para ulama pertanyaan ini dijawab pertanyaan ini dijawab pertanyaan ini dijawab as-shaykh mutawalli sya'rawi bertanya kepada pimpinan bahsul masjid tadi kemana air mandi bekas jenazah suci rasulullah setelah beli wafat orang alim tadi tidak bisa menjawab beli wubuk masuk ke kamarnya tertidur mimpi bertemu dengan rasulullah sallallahu alaihi wassalam ditanya ya rasul kemana bekas air mandi jenazah paduka setelah paduka wafat selain yang di pelopak mata kalau yang di pelopak mata yang di pelopak mata ini diminum oleh sayyidun ali bin abid talib beliau katakan kata sayyidun ali keberkahan meminum bekas air pelopak mata jenazah suci rasulullah tapi yang lainnya masih banyak masih banyak kata nabi muhammad Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan matahari menyerap awan jadi air hujan tadi diserap sampai ke atas setelah sampai ke atas diteteskan di alam dunia ingat-ingat tidak ada satu masjid yang ada di alam dunia makna wafati rasulullah kecuali tetesan air bekas mandi jenazah suci rasulullah sallallahu alaihi wassalam jadi bekasnya air mandi jenazah suci rasulullah dihormati oleh Allah dijajikan masjid saudara-saudara seperti apa keistimewaan hadratul rasul maulana muhammad tidak akan mungkin diungkap dengan kata-kata saudara-saudara tidak mungkin diungkap dengan kata-kata khusus maulana muhammad ilmunya diatas rata-rata ilmunya diatas al-khidir ketampanannya lebih daripada sayyiduna daud selalu ala nabi muhammad bahkan diatas sayyiduna yusuf selalu ala nabi muhammad selalu ala nabi muhammad selalu ala nabi muhammad makanya jangankan syafaat nabi saudara-saudara ludahnya nabi muhammad kita minta ludah nabi kita minta saudara-saudara ludah nabi muhammad lebih berharga daripada maul kawthar lebih berharga daripada maul zam zam lebih berharga daripada ni'mal jannah lianna jasadan nabi muhammad asraful alamin asraful makhlukat tolong jangan goncang pikiran anda kepada beliau maulana muhammad rasulullah tidak akan anda semukan satu pemimpin melebihi muhammad ibn abdillah la fi dunya wa la fi al-akhirah wa la fi al-jannah tidak ada melebihi muhammad rasulullah la buddha an-sadiqa rasulullah bahkan ketika beliau akan pulang ke rahmatullah ketika sayyidina israel datang kepada nabi muhammad sayyidina israel mengatakan inna allaha ya'muruni an uti'a kulla amrik fa in amr berbantuan gu 오빠 gubaptu valla taraktu wa arji'u wahai nabi muhammad aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu apabila kau mengizinkan aku akan cabut apabila kau tidak mengizinkan aku akan kembali kepada hadratullah اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد ketika itu سيدنا جبريل menyampaikan pesan daripada حضرت الله إن الله يقرئك السلام فإنه مشتغن إلا لغائك يا محمد الله kirim salam الله رندو ingin jumpa denganmu apa kata Nabi من لئم محمد يمبع دي يا جبريل من لئم محمد يمبع دي يا جبريل bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku يا جبريل kembali سيدنا جبريل mendapatkan pesan daripada حضرت الله يلا جلاله واحدة بشير حبيبي محمد هنِلَا أَغْدُلُهُ فِي أُمَّةِ أَبَدَى berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya اللهم صلي على محمد baru Nabi menjawab اللهم الرَّفِقَ الْأَعْلَى yang diingini oleh Nabi adalah kembali kepada حضرت الله ketika سيدنا Israel mulai mencabut ruh suci Nabi yang tidak Allah SWT menciptakan satu ruh lebih mulia daripada ruh suci Rasulullah ketika diperkumpulan seluruh para arwah arwah para Nabi arwah para Rasul arwah arwah para awliya arwah mu'minin arwah mu'minin ketika perkumpulan seluruh para arwah ketika ditanya oleh hadratullah alastubirabbikum qalib bala syahidna siapa yang pertama kali mengakui bahawa Allah bahawa Allah adalah Tuhan dalam semesta ruh suci Nabi Muhammad ruh suci Rasulullah yang menjawab saudara-saudara Allahumma صلي على Muhammad Allahumma صلي على Muhammad ketika syahidna Israel mulai mencabut ruh suci Nabi bagi anda yang sering menyakiti hati suci Rasulullah membuat buka ul-Mustafa dengan solat subuh berbarengan dengan matahari sudah terbit dan yang lain-lain tolong anda kenal doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad kalau anda ingin bermaksiat kepada hadratullah ingin menentang Nabi tolong ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut Allahumma usjud mauti wa khafif ala umati doa Tuhan pedihkan sakitkan rasa sakit ringankan kepada umatku ada doa Rasulullah ada doa Muhammad Ibn Abdullah pedihkan sakitkan rasa sakit sakaratul mautku ringankan kepada umatku adakah manusia yang lebih cinta kepada kita tidak 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 doa beliau Allahumma usjud mauti wa khafif ala umati pedihkan sakitkan rasa sakit sakaratul mautku ringankan kepada umatku Allahumma suli ala Muhammad sayyidat Fatimah puteri tercinta Rasulullah yang sekejur badan beliau darah suci Nabi Muhammad rambutnya rambut Nabi Muhammad uratnya urat Nabi Muhammad matanya mata Nabi Muhammad sampai kata sayyidat Aisyah As-Siddiqah apabila aku melihat sayyidat Fatimah jalannya seperti jalan Nabi Muhammad rambutnya seperti rambut Nabi Muhammad matanya seperti mata Nabi Muhammad ketika melihat hadratul Rasul dalam keadaan sakaratul maut wa karbaya abata alangkah sedih engkau wahai ayahku apa kata Nabi lakar babak dan tidak ada kesedihan setelah ini wahai putriku Fatimah bahkan saudara tahu sayyidat Fatimah al-Sahra al-Bajud ketika dibisiki bisikan yang pertama beliau menangis bisikan yang kedua yang diutarakan oleh Nabi beliau tersenyum baik dan wafatir Rasulullah ini dirawatkan oleh Sayyidat Aisyah katanya wafatimah kenapa bisikan yang pertama kau menangis bisikan yang kedua kau tersenyum kata Sayyidat Fatimah tersahrab bisikan yang pertama aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa beliau akan pulang ke rahmatullah aku sedih aku sedih karena aku harus berpisah dengan Nabi ku aku harus berpisah dengan pujaan batin ku aku harus berpisah dengan kekasihku maulana Muhammad tidak ada kenikmatan hidup di dunia kalau tidak memandang wajah Nabi bisikan yang kedua aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa aku orang yang pertama dari keluarga beliau yang akan menyusul pulang ke rahmatullah aku aku senang karena aku harus kumpul lagi dengan Nabi ku aku kumpul dengan pujaan batin ku aku kumpul dengan maulana Muhammad Rasulillah kenikmatan di alam barzah yang diingini oleh Sayyidat Fatimah Zahra adalah kumpul dengan maulana Muhammad kalau ada satu wanita yang berwasiat apabila nanti tidak ada lantunan lantunan ayat quran dari kamarku tidak ada lagi bukalah kamarku aku sudah wafat adalah Sayyidat Fatimah Zahra Bacud wafat dalam keadaan mengucarakan Al-Quran Al-Karim tahu tidak main-main 6666 ayat yang diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Yibril kepada ayahnya maulana Muhammad tidak main-main saudara 6 bulan lebih setelah wafatnya Nabi Sayyidat Fatimah Zahra Batul beliau pulang ke rahmatullah saudara ini kalau diceritakan semuanya terlalu panjang saya singkat saja saudara yang penting ada pemahaman bagaimana tanggungjawab kita kepada Nabi setelah ketika wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. kejadian demi kejadian keanehan ada sahabat Nabi Muhammad yang minta dibutakan matanya ada yang minta diwafatkan tidak mampu hidup di dunia kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad tidak berjengrama dengan Nabi Muhammad tidak melihat muka suci Nabi Muhammad bahkan Sayyidun Umar mengatakan manggala Muhammad mat darabtu unukahu bisayfihada siapa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat aku akan penggal kepalanya katanya begitu kagetnya mendengar wafat Rasulullah para sahabat Ahlu bayit Nabi Muhammad yang hidup di zaman beliau tidak ditemukan lagi di zaman Sayyidat Fatimah Zahra Al-Imam Al-Hazan Al-Imam Al-Husain dan 124.000 sahabat Nabi Muhammad zaman seperti itu tidak ada lagi tidak ada lagi tidak ada lagi tidak ada lagi oleh Rasulullah S.A.W khairul guruni guruni pemaladhin ayalunahum pemaladhin ayalunahum sebaik-baik zaman kata Nabi itu Al-Imam Al-Hasan di samping Ahlu Bayit juga sahabat Nabi Muhammad Al-Imam Al-Husain di samping Ahlu Bayit juga sahabat Nabi Muhammad zaman seperti itu tidak ditemukan lagi di zaman Sayyidat Abu Bakar Wa Umar Wa Uthmana Wa Ali 124.000 sahabat Nabi tidak ditemukan lagi zaman zaman seperti itu kita saja saudara mau mimpi Nabi Muhammad itu sulitnya luar biasa masih kena maksiat ini dosa lihat wanita dosa urusan dengan uang bank dosa meninggalkan sholat dosa ini dosa ini dosa terhijab saudara saudara kalau sahabat Nabi Muhammad ahlu ahlu bayit Nabi Muhammad yang hidup di zaman beliau baru bangun tidur yang dilihat wajhu rasulillah baru bangun tidur yang dipandang muka suci Muhammad dumnu abdillah tidak bisa dibandingkan dengan kita yahoo bumi langit saudara 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 balyambur ila abhi bakar as-siddiq sopah orang yang ingin melihat satu jenazah berjalan di atas bumi maka lihatlah kepada sayyiduna abu bakar as-siddiq tidak ada rasa hubbu dunya beliau ketika memandikan jenazah suci rasulillah beliau mengatakan cipta hayyan wacipta mayyita gawahi Nabi Muhammad ketika hidup bahwa Nabi Muhammad seperti minyak misik ketika Nabi Muhammad wafat bahwa Nabi Muhammad seperti minyak misik ini kejadian kejadian ketika wafatnya Nabi mereka mengingatkan di zaman Nabi saudara tahu kalau Nabi Muhammad mengeluarkan hadir kalau Nabi Muhammad mengeluarkan hadir tafakwuri omongan saya ini nazala malaikat usama wa malaikat uljannah turun ke bumi untuk mendengarkan ahadithun Nabi Muhammad untuk mendengarkan saudin Nabi Muhammad suara suci maulana Muhammad Rasulullah diperdengarkan oleh Allah kepada para harwah yang sudah ratusan tahun wafat ketika mereka mendengar suara suci Nabi tidak tidak ada suara yang lebih indah yang lebih merdu daripada saudin Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Madinatul Munawwara Madinatul Munawwara sampai kata Limah Mulhaddad Abdallah bin Al-Haddad itu satu wali kutub yang terlamah menjabat maqom mul kutbiyah sampai 60 tahun nah itu Syekh Seman beliau itu salah ada sanat juga kepada Limah Mulhaddad dari putera beliau Habib Hasan Syekh Seman ini salah satu yang menjaga Syekh Muhammad bin Abdul Karim Semani yang menjaga maqom Rasulullah sallallahu alaihissalam itu luar biasa ada sanat kepada Limah Mulhaddad kata Limah Mulhaddad Al-Haram Iddana Thalatha kota suci ada tiga makkah fiha ka'bah al-mu'azama madinatul munawarah fihi jasadu Rasulullah jadi hadramud ditarim yang disabdakan oleh Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihissalam hadramud tumbitul awliya kama tumbitul ardal biqal kota hadramud akan menumbuhkan wali yang begitu banyak sebagaimana bumi yang subur menumbuhkan sayur mayur kalau anda ingin tahu cikal bakal awliya itis'ah atau disebut wali somah yang kesembilannya katalah Habib Abdul Gajir berbagi daripada duriatu Rasulullah sallallahu alaihissalam cikal bakal mereka dari hadramud madinat saudara anda ingin tahu dimana triliunan malaikatul kiram yang tidak bisa dihitung jumlahnya anda ingin tahu dimana triliunan malaikatul kiram yang tiap hari mondar-mandir dari langit ke bumi adalah di kota suci medinatul munawwara fihi jasadu Rasulullah sallallahu alaihissalam saudara-saudara ada jasad suci Nabi Muhammad yang tidak terhitung orang-orang yang tenggelam fana kepada Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihissalam oleh karena itu saudara kalau anda tahu perjuangan Nabi seperti itu sampai beliau korbankan diri beliau demi kita ketiga sakarat demi kita apa tanggungjawab kita buat Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad apa tanggungjawab kita dengan Nabi Muhammad anda ingin saya ingin hadir maulid Nabi Muhammad diterima maulid saya oleh Rasulullah anda hadir maulid sana maulid sini itu kalau di Jakarta maulid sehari bisa lima kali enam kali di Jakarta luar biasa tapi saya selalu berpesan kepada mereka tolong jangan anda sakiti Nabi Muhammad anda hadir maulid Nabi Muhammad tapi subuh anda hilang setetes barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada kita ingat-ingat setetes barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada kita bukti bahawa maulid anda diterima oleh Rasulullah anda dicintai betul-betul oleh Nabi Muhammad jaga subuh bukan berbarengan dengan matahari terbit baru bangun ini membuat buka'ul Mustafa membuat Nabi Muhammad menangis di alamul barzah saya terkenal satu hadis yang saya terima dari Sayyid Al-Habib Abdul Rahman Ibn Imam Al-Muhaddith Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Fikigal Gala Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Mantaraka Salatas Subhi Maratan Jalahu Allah Ta'ala Mal'unan Madal Abad Bapak Ibu siapa yang berani meninggalkan solat subuh sekali dengan sengaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan melaknat dia seumur hidup Dengan berani meninggalkan As-salah 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 Wakat Amar Al-Rasul Tahulun Nabi Muhammad Menghidupkan malam-malam beliau Dengan tahajud kepada Allah Rukuk kepada Allah Kata Imam Abdullah Ibn Abbas Kenapa Nabi Muhammad Apabila melakukan tahajud Sampai kaki beliau bengkak Setiap satu rokaat yang dilakukan oleh Nabi Beliau membaca tujujus Ayat Al-Gur'an Saudara-saudara Itu Sayyiduna Aliyun Zainal Abidi Cucu Rasulullah Meliau Saudara-saudara Setiap malam sholat seribu rokaat Seribu rokaat yang dilakukan oleh Sayyiduna Aliyun Zainal Abidin Cucu Rasulullah yang ketika nanti dia umil kiamah ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir akan ada suara yang memandangkan Liagom Sayyidul Abidin Liagom Sayyidul Abidin supaya Sayyiduna Sayyiduna Aliyun Zainal Abidin adalah kekasih Allah Imam Ali Zainal Abidin adalah Habib Allah bahkan ketika beliau wafat ada tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau karena banyaknya menangis kepada hadrat Allah bahkan ketika Sayyiduna Ali Zainal Abidin wafat bertebaran pengemis-pengemis di kota suci Madinatul Munawara karena di zaman Sayyiduna Ali seluruh pengemis di kota suci Madinatul Munawara ditanggung oleh Sayyiduna Ali Zainal Abidin bukan ingin dibilang baik bukan ingin dibilang dermawan tidak 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 sama sekali mengamalkan ayat Al-Quran wa'id'imuna pa'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah lanuridu minkum jaza'an wala syukura innana khafu min rabbina yauman abusan kam tarira betul-betul ikhlas lillahi wa fillah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam al-furaqah itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dari ayahnya keturunan Imam Al-Hasan dari ibunya keturunan Imam Al-Hussein setiap malam al-furaqah yang heran yang hadir Syekh Abdul Qadir Jailani 72.000 orang yang mendengar yang paling ujung menyemak suara Syekh Abdul Qadir Jailani sama seperti yang duduk di depan tau anda pujahada beliau al-furaqah setiap malam mari sebagai penutup saya ajak semuanya untuk taubat bersama kita mahalul kiam sebentar kita menjerit kepada Allah minta ampun kepada Allah kita akui kita ini banyak dosa ditutup oleh Allah tapi kita dosa 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu tetap ada perlu kita minta ampun kepada Allah jalla jalaluhu wahda minta ampun munajat kepada Allah menjerit kepada khadratullah jalla jalaluhu wahda bahkan di dalam hadik Nabi Muhammad bertanya kepada Allah ya Allah ya Allah di mana saya dapatkan rahmat rahmat mu kata Allah jalla muhammad indal bagain kau akan mendapati rahmat rahmat ku kalau ada sekerumpulan manusia sedang menangis ingat kepada Allah kita menjerit berteriak kepada Allah minta ampun kepada Allah taubat 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 kepada hadratullah jalla jalaluhu wahda di saat-saat mahlul kiam dihadiri oleh ruh suci rasulillah salallahu alaihi wassalam mari kita bersama-sama ya Nabi salam tanpa bagi vokal alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika usul wa tull alaika ya Nabi ya alaika ya khusus salam alaika ya habib salam alaika salam wa tull alaika man 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 ra'a ucahaka ya sa'ad yikrimal walidaini hou buka safil mubarad wir dunah ya man nushuri dengan keras ya Nabi يا حبيب يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيت يا مماجد يا إمام الكبلتين يا نبي يا رسول صلى الله عليه يا حبيب صلى الله عليه صلى الله عليه وَبِجَاهِ يَا إِلَاهِ يُدْوَى مَلِّكُ لَمَا قُصُدُ وَهْدِنَا نَحْجَ سَبِيلِي كَيْهِ بِهِ نُوسَعَتْ وَنُرَشَدْ يا رسول صلى الله عليه يا حبيب صلى الله عليه mari kita tundukkan kepala kita bejamkan mata kita kita minta ampun kepada Allah جَلَهْ جَلَلُهُ رَحْدَهْ kita menjerit menyebut يا الله يا الله يا الله يا الله dengan suara keras terus tanpa berhenti kita minta ampun kepada حضرتullah kita banyak menyakiti Nabi Muhammad pagi berdosa siang berdosa sore berdosa malam berdosa di dalam tidur kita mimpi bertemu dengan syaitan pagi kita yang kita lihat wanita yang bukan mahram tiap hari menentang Nabi anda semua bakal mati bakal bertemu dengan Israel engkau bakal bertemu dengan Israel siapkah anda menghadapi Israel siapkah anda bertemu dengan Israel dengan noda dosa di dalam bumbung kita mungkin dihadapan kita dihadapan teman kita kita dihadapi orang baik tapi Allah 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 beliau tahu keadaan kita Allah Jalla Jalal Hu'adah Rabbun Karim tahu keadaan kita kalau kita ahli dosa ahli noda kita tidak punya apa-apa ya Rasul tetapi di hati kami kalau dibuka isinya Humbu Rasulillah Humbu Rasulillah Humbu Rasulillah Ya Sayyidi Ya Rasulillah Ya Sayyidi Ya Rasulillah Isfa'liman hadara hadal majlis kami mohon kepadamu Ya Rasul syafati semua yang hadir di majlis ini jadikan semuanya pecinta paduka rindu pada paduka ingin menantap muka paduka ingin berjengkrama dengan Nabi Muhammad ingin melihat muka suci Nabi Muhammad kami terhilang kaleng-aleng dausah noda sehingga tidak bisa bertemu dengan paduka Ya Sayyidi Ya Rasulillah Ya Habibi Ya Rasulillah Isfa'liman hadara hadal majlis Isfa'liman hadara hadal majlis Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terus sebut nama Allah 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 tiap hari kita menentang Allah yang memberikan anda rezeki Allah yang mengeluarkan anda ketika lahir bukan bikdan bukan siapa-siapa tetapi Allah Allah mereka perantara yang memberikan anda makan Allah yang menjadikan anda umat Nabi Muhammad tambah anda minta Allah 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 dan kami minta kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu di malam yang mulia ini di malam munajat 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 orang-orang ahli dosa seperti saya kami mohon kepadamu Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab panjangkan umur ibu-ibu kami Ya Allah panjangkan umur ibu-ibu kami Ya Allah bagi anda yang belajar dimanapun jangan lupakan jasa ibu siapa yang mengenalkan anda kepada la ilaha illallah adalah ibu kepada Muhammad adalah ibu adalah ibu adalah ibu bayangkan ibu anda ada di depan anda saat ini ibu yang anda cintai di depan anda siapa yang mengenalkan anda kepada Allah adalah ibu tapi na'udhu billah ketika kita sudah besar kita berani membenta ibu mata kita tajam di depan ibu di hadapan terakan kerja kita selalu tersenyum tapi di hadapan ibu di hadapan ibu di hadapan ibu selalu bermuka masam selalu berbuka masam selalu berbuka masam memunikami ya Allah ya Allah jadikan ya Arab kami birul walidain kami takut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kami yang sering menentang ibu takut ya Arab ibu yang kami cintai ini sudah berubah menjadi jenazah ibu yang ada cintai yang baik dengan anda sudah berubah menjadi jenazah jasadnya kaku tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi hari terakhir kita berjumpa dengan ibu dengan ibu dengan ibu dengan ibu ibu yang baik kepada anda yang anda lihat ibu sama seperti lihat ka'bah anda berbakti yang akan masuk ke dalam kubur akan masuk ke dalam kubur akan masuk ke dalam kubur hari terakhir kita berjumpa dengan ibu dengan ibu dengan ibu dengan ibu ketika anda pulang ke rumah anda ibu anda sudah tidak ada lagi di kamarnya tinggal sandalnya tinggal pakaiannya apa nikmatnya hidup kalau tidak berhenti kepada ibu tidak berhenti kepada ayah tidak menyenangkan hati ayah kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah ibu kami yang sedang sakit ayah kami yang sedang sakit ibu kami yang sedang sakit diangkat penyakitnya ya Allah mudah-mudahan ayah kami yang sudah yang sekarang diadap digubur yang sekarang diadap digubur diangkat يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب dikirimkan barakatur Rasul dari majlis yang mulia ini يا رب میں ذلك يا رب بقيت رسول الله بقيت رسول الله بقيت اولياء الله بقيت رسول الله يا رب يا رب jangan diistiksa mereka يا رب dahulu mungkin pernah memberi كما أعرى كبيرة لك سيكون عدي خضيف يا رب يا رب يا رب يا رب جدعين كبران عروا مرياض جمعت دمت 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 ونا الله يا الله جميعا سموات تطالد الله Dengan keras Dengan keras Dengan keras Dengan keras Dengan keras Dengan keras Salatullah Mudah-mudahan semuanya khusunul khatimah Yang susah disenangkan oleh Allah Yang susah disenangkan oleh Allah Yang rezekinya sempit diluraskan oleh Allah Yang belum menjabatkan jodoh Diberikan jodoh oleh Allah Mudah-mudahan semuanya ini ahlil jannah Mudah-mudahan semuanya nanti digandeng oleh Rasulullah Masuk surga bersama Rasulullah Masuk surga bersama Rasulullah Lihat Nabi Muhammad Pertatapan muka dengan Nabi Muhammad Bercengteramah dengan Nabi Muhammad Amin Allahumma amin Bijahi maulana Muhammad Rasulullah Allahumma salli wa sallam Sebagai penutup Yang saya sampaikan disini Ini ijazah Salawat khusus bulan maulid Ijazah salawat khusus bulan maulid Ini Jadi salawat ini penting sekali khusus diamalkan bulan maulid Ini saya dapet ijazah dari guru saya Sebagai oleh saya dari Malang Untuk semua orang-orang yang bali Masih ada kesempatan bulan maulid Allahumma ngamalkan Jadi salawat ini Jadi Gulbul Qur'an Yasin Hatinya Al-Quran Al-Kerim Yasin Gulbu Dalailul Khairat Hati salawat Dalailul Khairat Adalah salawat ini Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah Wa ala jasadihi fil ajisat Wa ala qabrihi fil kubur Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Dibaca 12 ribu kali khusus bulan maulid Membacanya boleh dicicil Yang penting khutam Faedahnya Ini paling penting Faedahnya Kalau anda wafat Ketika anda masuk ke dalam kubur Tidak ada istri Tidak ada anak Tidak ada ayah Tidak ada sahabat-sahabat saat itu Dari makom anda Akan ada satu jalan Menuju ke makomnya Rasulullah s.a.w. Kalau ada nabi Tidak ada takut Jangan takut dengan kemat Tidak ada nabi Muhammad s.a.w. Ikuti dengan saya ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli ala Ruhi Sayyidina Muhammadin Fil arwah Wa ala jasadihi Fil ajisat Wa ala qabrihi Fil kubur Wa ala alihi Wa ala qabrihi Wa ala alihi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Allahumma Salli ala Ruhi Sayyidina Muhammadin Fil arwah Wa ala jasadihi Fil ajisat Wa ala qabrihi Fil kubur Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Ya saya ijazahkan semuanya Membaca solawat tersebut Sebagaimana saya dapat ijazah Dari guru saya Sayyidina Muhammadin Abdul Rahman bin Alimah Mal Mahdith Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir Bilang saya terima Saya terima Ijazahnya Bagi yang ingin tulisannya Ingin tahu bacaan tulisan tersebut Bisa buka di IG Instagram Habib Abu Bakar Muladawilah Saya ulangi Tulisan ijazah tersebut Salawat yang menuju Makom pintu Rasulullah Bisa dibuka Yang pakai Instagram Instagram Habib Abu Bakar Muladawilah Tulisannya nyambung Bisa dilihat di situ Hadamini Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mu'umiyan bithalika rafi ila anna lahu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh فقد ورد أن أبد الرحمن بن أوف عن أمي الشفاء رضي الله أنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسامع بقائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المسرق والمغرب حتى نظرت إلى بقدي قسور الروم قالت ثم البسده وأجده فلم أنسى أن رسياني ظلمت ورقب وقشعرات أن يميني فسامع بقائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فسفر ذلك أني ثم ما أردني رعب وظلمت وقشعرات أن يشعر فسامع بقائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وسلم قالت ثلان يزال الحديث مني على بالن حتى تعظه الله فكنت من أول النسي إسلام وقام ترجمة السنة من عديم المعجزات وباهر الآيات البعينان بما يقضي بعديم شرف إن ده مولاه وأن عينئنا يده في كل حين نرعى وأنه الحدي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم محمد الرعيف الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم وباريخ عليه اللهم صلى الله عليه وسلم وباريخ عليه على آله صلى الله عليه وسلم محسن الأحلاق في مدددق عن كتابة إبوتون الأرق صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أسنى النسي خلقا وخلقا وأوالهم إلى مكرم الأحلاق صلى الله عليه وسلم وعشهم بالمؤمن خلم ورفاء والظلاء أوفاء لا يقول ولا يفن إلا معروفا صلى الله عليه وسلم واللفد المهتوين والفرائز الأقوياء من البرية صلى الله عليه وسلم ومن نسر ديبي وعبرات الضلوق ومنزل وبعلب ذغيت تجيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصفات الكمالية والمغفرد في الخلقي وخلقه بأزربي خزوجيا صلى الله عليه وسلم ومن خلقه في البانية بمحمود إلا وهو متلقق عن عزيني الوجود أجمل دبي وسبل حبيب وشعيه والأخل الله في مجدقي ومكانه على مجدها أخذت على نجم الزهب بإنانه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من التكريم والدين والخلق والخلق العديد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصن الله حتم كما يصن التقدير صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم أشرب الصلاة وتسليم ألا سيدنا ونبينا محمد الرعوف الرحيم اللهم صلى الله وسلم وبركاته وبركاته والحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأخير اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد في الملائل على إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين ولمانا تم الفكر من دراري لأصاب المحمدية أكودا توجهة إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل شعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمال المقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والسلات الموصولا اللهم يا من إلهي تتوجه الأمال وتعود تغفرة وعلى باب إزاجه عند الرخالفة الشامد والبيوتة الغامرة نتوجه لك في أجرب البسائد لديك سيد المرسل عبدك الصديق العمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة أخو العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستهدى أمانتك وحفيد سرك وخامل رأيات دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف العفقر في كل موتن من مواتن القرب ومدخر قاسم إمدادك في إبادك وساكي قوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونان وأشرف الزاقلان العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجال الخصائد اللهم صل واسلم عليه وعلى آله وأزهابه وأخل حضرت اقترابه من أخبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقومك العديم أن تلاخدنا في حركاتنا وأن سقناتنا في عين إناءتك وأن تخفضنا في جميل أدوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسينك وأن تبلغنا من شرف الكرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حترة هذا الحبيب من الهدرين وفي ترائد انتبائه من السالكين ولحقك وحقك من المعدد ولأهدك من الحافدين اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم وأن نتوصل إليك بشرف مقومك العديم أن تلاخدنا في حركاتنا وأن سقناتنا في عين إناءتك وأن تخفضنا في جميل أدوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسينك وأن تبلغنا من شرف الكرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة آج الحبيب من الحادرين وفي ترائد انتبائه من السالكين ولحقك وحقك من المعدد ولأهدك من الحافدين اللهم إن لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تخربنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخربنا آمنا بغير رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك أن تقبل المجنب مننا بالغفرات والمسيئة بالإحزان وانسائلا بما سأل والمحملة وانتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وعمى ببركته وشهر وجهة أولادنا وأخل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم رعية الدين القويم في جميع أخطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأخلها معمورة معنى وقشب اللهم قربة المقربين وقدي دين المدينين وغبر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على إبادك المؤمنين أجمعين وقف شر المؤتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواق والأكثر وأيدهم بتأييد من إنك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحزن العسين من جميع البلد واجعلنا يا ربي بالحزن العسين من جميع البلد وفي الخز المكين من الزنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك والسرق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وانسلم وانسلم على هذا الخبيب المعبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصعبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا عن الحمد للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يسبون وانسلام على المرسلين والحمد لله رب العزة سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وامين الرحمن الرحيم وانت يوم يتيني يا قناب يا قناستعو يا سيدي يا قناستعو أمتعليم 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 دور حدي دعوانا عن الحمد لله وانتعليم وإلى حضرت النبي المصرفة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالنشاهدان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم وإكرا إياك نعبد وإياك نصر أعيدنا السرعة المساقيم سرعة الذين نعبد عليهم المعبوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وانسرنا فإنك خيرنا شريف والحمنا فإنك رحمين بغفر لنا فإنك الخير الغفرين بزقنا فإنك الخير وزقنا أقول ربي أنزل الله من سلام وبركة وأنت خير من سلين ربنا أنزل علينا معيدة من السماء تكون لنا عيدة لأمرنا وأخيرنا وأعطاهم فارزقنا وأنت خير يا ميصير كل عصير يصل أمورنا وسهل مرتانا بفضلك البسيح بِرَحْمَتِكَ آلَحْمَرَّحْمِينَ رَبَّنَا أَحْبْ لَنَامِ لَمَدُّ الْإِلْجَىٰ أَمِنس Lauren夏 سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاضحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمان الرحيم الحمد لله من رحمان الرحيم إلا قية عمدوا يَعَنَ أَمُّ دُوَيَا كَنَ أَسْتَعَنَ جُلِهِنَّ سِرَوَاتُ مُسْنَكِيمِ سِرَوَاتُ رَجِيْنَ أَمْ تَعْلِهُ مَقْدُوْ بِعَلِهُ وَرَبْدُولِينَ أَمِن محمد دعوة شفا لِبُنْ دَنْيَا أَالْحَبِيْهُ بُبَقَر مرد دعوة اللي يَعَلَيْهُ يَعَلَيْهُ أَالْفَاتِحَ أَمَدْ بِنْ حُسِنَ أَسْتَعُوَ إِلَا خَدْرَةِ النَّبِي مُحَمَّدٍ مُسْتَفَى صَوَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَالْفَاتِحَ أَعْوُزْ بِلَيْهِ مِنْ سَيْتَعُونِ رَجِيمٍ بِسْمِنْ لَهُرْمَنِ وَرَحِمْ أَلْحَمْدِللَّهِ رَبِّيْ عَلَمِينَ رَحْمَنِ رَحِيمَ مالك يوم الدين إياه كنعبود وإياه كنستعين تدعى شراط المستقيم شراط الذين عنامت عليهم وقل مقدوب عليهم والدالين آمين يا ربنا دارفنا بأننا دارفنا وأننا أشرفنا على لحظة أشرفنا فتبعالينا توبة تغسي لكل خوبة وانستر لنا العورات وآمين روعات واغفر لألدينا ربي ومولدنا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرت أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي إجمع بدلا وجودا مننا لا بالتساب مننا بالمصطفى الرسولي نوضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نوضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نوضى بكل سولي سَلَّا وَسَلَّمْ رَبِّ عَلَيْهِ عَدَّ الْحَبِّ وَآلِهِ وَصَعْبِ عِدَادَ تَوْتِ سُحْبِ والحمد للإللّهِ فِي الْبَدْرِ وَالْتَنَاهِ والحمد للإللّهِ فِي الْبَدْرِ وَالْتَنَاهِ terima kasih kepada yang hadir semua dan yang ikut partisipasi di acara-acara ini dan terima kasih semua untuk TNI, PORRI dan masyarakat sini juga ya semuanya terima kasih atas suksesnya acara ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu Jamaah sebelum acara ramah tamah dan menustirahat kami sampaikan dan kami mengajak pada diri kami berbagi siapkan infat terbaik untuk majelis ini yang bertugas sebagai kota infat silakan dipersyukakan diiring dengan sholawat nasib digualkan, Habib Alwi untuk tamu-tamu yang belakang dulu ya untuk tamu yang di belakang nasib diguarkan صلى الله على محمد صلى الله علي وسلم صلى الله على محمد صلى الله علي وسلم صلى الله على محمد صلى الله علي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله علي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس يا محمد يا محمد يا عروس يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم